أكد وزير البترول والثروة المعدنية المهندس تارك الملة على السمح للمستثمرين باختيار مناطق التنقيب والمساحة بدون قيود جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده الملة للإعلان عن المزيدة وأعلن الملة أن المزيدة ستتم تحت نظام الإتاوة والضريبة على أن يبدأ تلقي العروض بداية من يوم الخامس عشر من مارس المقبل وأن يتم غلق الباب في الخامس عشر من يوليو المقبل والجدير بالذكر أن وزارة البترول تتبنى استراتيجية لتهيئة مناخ جاذب للاستثمار الأجنبي في مجال التنقيب عن الثروات المعدنية وذلك لتعظيم الاستفادة منها كما أنها تستهدف تشجيع الاستثمار في إقامة مشروعات تصنيع الثروات المعدنية وتحويلها إلى منتجات نهائية لزيادة القيمة المضافة ترجمة نانسي قنقر